بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكل اخوة الكرام مرة اخرى الى كتابي اللي يعيكم بخوند طبعا انتهينا مع كما رأينا فيما سابق طبعا من الامور التي اشهرنا لها رأينا طبعا هنا سنرى ما تبقى من هاد دمائر انسح التعبير هي سمية دمائر لانها تعود الاسماء هي سمية دمائر لانها تعود الاسماء بخوند طبعا تأتي من الورب possede لذا نتكلم عن فعل امتلك كما تلاحظون عندنا لبخوند طبعا لبخوند طبعا لبخوند طبعا لبخوند طبعا لبخوند طبعا سمان باي انو بالada اذا فق انا اتمي لهذا البلادة covet اذا اذا تقول سمان باي او مطلع الا امباخ انو ابي ل Time وعندما أنت أقضائي لهذا الشيء السبب فالطبع أن accentيب أن تذكر بالطبع وأن تذكر إلى الـ إنتما وأن التملك يجب أن تذكر إلى التملك نقول لأنها مغلا إنه مستراتي إنه من ستيلو إنه من قلم نقول لأنه نقول لأنه من أجل أو لأنه من يجب أن يجب أنه إنه أجل إذن هنا نتأخذ إلى الـ إنتما إذن عندما نقول سي معاقل إنه مستراتي سي من ستلو إذن فنقول سلاميان سي لوميا كم الآتر برنو مثل الضماء الأخرى يلغون بلاس أنو أو أن جروب نومينال إذن هو يعبر عن أنو يعبر عن إسم عندما نقول مثلا سي من ستلو عندما نقول سي لوميا إذن هاد لوميا كلمة لوميا أنها تتعوض لنا ستلو وبالتالي هي تتلعب الدور ديال لبخونو هاد لوميا كلمة لوميا كلمة لاميان كلمة لوتيا كلمة لوسيا إلى غير دياليك من الضماء التي سنرى إذن هادي إلغون بلاس أنو أنها تعوض إسمان وأنجروب نومينال أو تعوض مجموعة إسمية أوراق الجنرال أوراق الجنرال إذن في القاعدة العامة عندما نتكلم عن قاعدة عامة شاملة إذن هو يتكون من إذن نتكلم عن أداة كمان نتكلم هنا في اللغة العربية عن التي عادة تأتي مع الأسماء لتعرفها إذن نتكلم هنا عن للا ولاي نقول لوميا لوميا أو نقول مثلا لميا لميا في الجمع أو نقول مثلا سلاميان في المؤنث نقول لاميان إذن هذا الضمير أنه يتكون عادة من هذا الزرطيك الدفيني ثم إديم و ميا إذن يتكون من هاد ثلاثة الأدوات للتعريف اللي هما للا أو لا إي ثم ثم كلمات ميا تيا سيا نطر فوتر و لغ في الجدول المتالي عندنا objet possédé إذن نتكلم عن الشيء المملوك objet possédé إذن سنعبر عن امتلاك هذا الشيء المملوك إذن هذا الشيء المملوك ممكن أنه يكون وسنجلي نتكلم مثلا عن قلم واحد إذن نقول لوميا لوتيا لوسيا لناطر لفوتر للغ لوميا يعني الذي يعود لي لوتيا الذي يعود لك لوسيا تنقلو ديالو يعني الذي يعود له ثم لون ناطر لون ناطر إذن نتكلم عن قلم يعود لنا نحن جميعا إذن هنا لا نتكلم عن كل شخص له قلم بل نتكلم عن قلم يعود لنا جميعا أو نتكلم مثلا عن أب يعود لنا نحن كإخوة مثلا إذن نقول لون ناطر لون ناطر الذي يعود لنا مثلا سي ناطر بي أو نقول سي لون ناطر إنه بلدنا أو نقول إنه الذي لنا يعني ديالنا ثم الذي يعود لكم جميعا ثم الذي يعود لهم ديالهم إذن نتكلم عن شيء واحد يعود لهم جميعا إذن هنا نتكلم عن المذكر المفرد ثم عندنا في المؤمنة طبعا نقول مثلا أو نقول نقول مثلا إنه التي تعود لك ثم نقول إنه التي تعود لها أو التي تعود لها ثم عندما نتكلم عن مسترة تعود لنا نحن جميعا نقول هذه ديالتنا مثلا إذن نتكلم عن شيء يعود لنا جميعا إذن نقول ثم عندنا التي تعود لكم نقول مثلا سَيْثَارُ الَّتْرَ سَيْثَ الْأَثْهِ إنها رسالتكم سَيْثَارُّ إِنَّهَا رِسَالَتُكُمْ اللغ كما نقول التي تعود لهم هذا فيما يخص لسيانجلي فيما يخص المفرد لماسكولى نقول لوميا لتيا لسيا لنوتر لفوتر للغ لفيميناء للمؤنت لسيانجلي فيميناء للميان لتيا لسيا لنوتر لفوتر للغ ثم لبلغيال لجمع لذا لدينا هذا الوجه تomos unity لبلغيال هذا الشيء المملك يكون في الجمع لدينا اولا للمسكولى نقول ماستيلو مستيلو إنما أقلامي أو نقول صصو First إنام لي أو نقول مثلا صصو سستيلو إنما أقلامك أو نقول مثلا صصو لتيا صصو لتيا إنهم لك كما نقول ديولك صصو سستيلو إنام أقلامه أو الكل المؤخر ، فkadع للصالح الشئيط في الحالة أننا نقول 0.02 عن 1 بعد لكن الحصول ذلك أنا هموم مذهل هم ماهات الغمر؟ يعودكم إذا نقول ربما نقول 0.60 مذهل فنقول 0.60 مذهلا اور يقول 0.60 مذهل إذن في الغائب نقول أو نقول ثم عدنا عندما نتحدث عن أو أقلام نتكلم عن مجموعة أقلام أو نتكلم عن مسترات نقول كم هناك أقسمى كم نقول لهم نسطيع في cousins تقدم نقول وَن san كم نسم كم ساب كم نرقل سوصون نو ريكل إنهم مستaratون فحالت لپنام بو سسف نقول سوصون نواتر ونقول ماتران سوصون و ريكل سوصون و سيلو يدنا تكلم عن إنهم مستaratوكم أو إنهم أقلموكم يدنا قول سوصون نواتر سوصون نواتر فلغا إبنا قول سوصون لور سيلو أو بيا سوصون لور ريكل أو بيا سوصون لور ريكل ي parking اقلع من المستaratوكم فل مجمال نقول سوصون لور سوصون لور سوصون لور مرنمali سوصون لورنم قول يدنا كم اقلنا لورنم قول يدنا قول تيان سيان ناطر فوتر أولر إذن هذا هو الذي رأينا في الجدول طبعا إذن نقول مثلا إذن هو عاد ببطء إلى مكتبي إجيكوري أميا إجيكوري وأنا جريته أميا للذي عدلي أبارتير دو ماتنون انطلاقا من الآن إذن من الآن فصاعدا كما نقول انطلاقا من الآن أبارتير دو ماتنون ما ميزون إيه تسلاتيان منزلي هو أيضا لك هو أيضا لك إذن المنزل ديالي من الآن فصاعدا هو منزلوك أبارتير دو ماتنون انطلاقا من الآن ما ميزون إيه تسلاتيان نقول مثلا ميسو سوميا غوط بالتيا إنه ميا غوطي ميزون إيه تسلاتيان هذي يغوطي إنهم لي ميسو سوميا غوطي بالتيا طبعن هنا يجب الانطلاق 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 كما نقول أنا أخد لأشكرهم كما نقول أنا أخد لأشكرهم هي تقال هكذا ولكن المقصود بها طبعا أنني أستغل الفرصة كاملة ونقول لأشكرهم كل الاثنين أنا أشكرهما كلهما الاثنين أتكلم هنا عن شخصين أنا أتوجه لهم بالشكر لأنهم قاموا بالدفاع بكل حماسة إذن هما قاموا بالدفاع بكل حماسة بكل حماسة بالدفاع عن قضيتي إذن نتكلم هنا عن الاثنين الذي ينتق طبعا في حالة من الصرف طبعا تماما مثل بعض هذي بخونة possessive التي رأينا إذن نقول مثلا vous prenez vos vacances لأتي ils prennent للهر لأهر vous prenez vos vacances لأتي vous prenez vos vacances لأتي أنتم تأخدون عطا لكم في الصيف إذن هم يأخدون هم يأخدون التي تعود لهم نتكلم عن عطالهم لإذن في فصل الشتاء هم التي يأخدون ديولهم في فصل الشتاء إذن في فصل الشتاء هم يأخدون هم يأخدون هم يأخدون جوليا جوليا نولي جامي دوغمو إذن جوليا أنه لا يقرأ بالمرة قصصا أنه لا يتعطى إلى قراءة القصص جوليا نولي جامي دوغمو رغم هذا رغم أنه لا يقرأ القصص في عادته يبدو يبدو أترى بالفوتر إذن هو يبدو منجادبا بالتي تعود لك إذن نتكلم هنا عن قصص طبعا نقول لغمو نتكلم عن كلمة مذكرة إذن هنا لغمو إذن طبعا هنا تحدثنا عن لبخنون بوسيسيف يجب أن نفرق بين لبخنون بوسيسيف وبين لزاديكتيف بوسيسيف وهي من طن صن طبعا هذا في لوسيقلية ماسكولية إذن نتكلم عن المفرد المذكر نقول من ستيلو طن ستيلو صن ستيلو ثم لوسيقلية في ميناء ثم نتكلم عن المفرد المؤنت ما طا سا ما غاقل طا غاقل سا غاقل ثم نتحدث عن الجمع ثم نتحدث عن المفرد الذي يعود لنا طبعا هنا يلتقي المؤنت والمذكر إذن نقول مثلا نطر غاقل مستراتونة نطر ستيلو قلمونة فوطر غاقل إذن نتكلم عن كلمة فوطر نطر فوطر ثم كما سنرى لغ إذن نقول فوطر ستيلو فوطر غاقل فوطر ستيلو وبيع فوطر غاقل إذن نتكلم عن قلمكم أو مستراتكم مسترات واحدة تعود لكم جميعا قلم واحد يعود لكم جميعا فوطر غاقل فوطر ستيلو أو نقول مثلا لغ راقل مسترات واحدة تعود لهم جميعا وبين لغ ستيلو إذن نتكلم عن قلم واحد يعود لهم جميعا ثم عندنا لبلوغيال إذن نتكلم عن مي طي سي نو فو لغ سوصون مي راقل سوصون تي راقل سوصون سي راقل ونطبعا في لبلوغيال تجمع فيها لماسكولا لفمينا إذن هذا في ميخص هاد لبنون بوسيسيف فهذا الفقر ان شاء الله سنكمل مع لسيس دو باتو كما تلاحظوا سويت إذن نتكلم عن تابع لهذا العنوان ثم نرى هاد الكلمات نبخنو 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 وننتدابو نبخنو إذن عندنا أولا الكلمة الأولى سانكيتي كما نقول قليقة أو خاشية إلى غير ذلك سانكيتي نقول مثلا لديمنيسيون ديفونت انكيات لزنويستيسر تقلص المبيعات أو انخفاض المبيعات إذن نتكلم عن لغة فارب ديمني أحيانا عندنا لديمنيسيون كما نقول انخفاض نقول مثلا ديمني لفيتس ديمني لفيتس خفض السرعة إذن هنا لديمنيسيون ديفونت إذن نتكلم عن انخفاض المبيعات انكيات أنه يقلق يقلق من لزنويستيسر يقلق المستثمرين إذن الأشخاص الذين يريدون أن يستثمروا في شركة معينة مثلا إذن هم يقلقون من انخفاض المبيعات نقول مثلا إلني غيادو قغاش إلني غيادو قغاش إجون DVD تنكيت ليس هناك دو قغاش من الخطير ليس هناك شيء خطير إجونThu تنكيت وأنا لا أريد أن أزعجك ربما وقع لي شيء ما يقتصل بي فأقول لو إلني غيادو قغاش ليس هناك شيء خطير لا بأس لا بأس هناك إجون غيادو قغاش تنكيت وأنا لا أريد أن أزعجك لهذا فارتح ولا تهتم بشيء إذن إلن يريدو غرف إذن نتكلم على الفرب انكيتي إذن نقول مثلا ربما نناقش شيئا ما في الحقيقة يتوجب علينا أن لا نعطيه اهتماما أكبر فنطرح السؤال مثلا فنقول إذن هل هو شيئا ما إذن هل هو شيئا ما الذي يتوجب حقيقة أن يقلقنا وش هو بالفعل شيئا ما يجب أن يقلقنا ثم عندنا كلوية العريبة ماذا حصل له كلوية العريبة ماذا حصل له كلوية العريبة تقريبا نفسد العبارة نقول مثلا l'enfant a besoin de savoir كلوية العريبة ماذا حصل له ماذا حصل له ثم عندنا السفول السفول إذن نتكلم على الوفير السفولي أنه يصاب بالدور الوفير السفولي كمنا نقول أنه يصاب بالدور السفول يتخشى من شيئا ما يتخشى من شيئا ما مثلا أنه يصاب بالدور السفول سفول نتكلم على الوفير السفول السفول ثم عندنا نتكلم على الوفير نتكلم على الوفير نتكلم على الوفير أفراز إذن نقول مثلا la peint sa maison dans vers afre la peint sa maison إذن هي سبغة منزلها طبعا نتكلم هنا الوفير el peint sa maison إذن هي سبغة منزلها dans vers afre بأخضار قبيح إذن هي استعملت لول أخضر فأصبح منزلو يبدو قبيح la peint sa maison dans vers afre طبعا في المذكرة نقول afre في المؤمنة نقول afre كما عندنا هنا ثم عندنا sudan sudan إذن نتكلم عن فجأة عادة نقول مثلا mon arrivée sudan a surpris les invités a surpris les invités إذن وصول المفاجئ طبعا هنا وصول mon arrivée كلمة مؤمنة إذن سنقول هنا sudan في المذكرة نقول sudan إذن من ناريب السودان a surpris les invités إذن وصول المفاجئ a surpris أنه فاجأ أنه فاجأ طبعا هنا عندنا لغرب surprendre فعل فاجأة a surpris l'isavite أنه فاجأ الضيوف وصول المفاجئ أنه فاجأ الضيوف نقول مثلا le changement sudan son df l'isavite التغير التغيرات المفاجئة تكون صعبة التسير تصور أنك تكون في عمل ما قد خططت له من قبل وفجأة يأتيك قرار يغير هذا العمل إذن هنا سيكون الصعب عليك أن تسير عملك بشكل مضبوط إذن le changement sudan sont difficile à jari إذن التغيرات المفاجئة sont difficile أنها صعبة à jari للتسير هي صعبة التسير كما نقول الذي عندنا هنا طبعا عندنا كلمة sudan كما نقول فجأة نقول مثلا un courant dans le potager بالجري في بستان خاص بالخضر un courant dans le potager sudan وفجأة j'ai remarqué un li j'ai remarqué un li وفجأة أنا انتبهت إلى un li طبعا تكتب هذا الشكل li وتكتب هذا الشكل إذن وفجأة أنا لمحت j'ai remarqué un li إذن نتكلم عن نوع من الأزهر يسمى un li en courant dans le potager إذن بالجري في بستان الخضر sudan وفجأة j'ai remarqué un li j'ai remarqué طبعا هنا لن نتحدث عن كلمة li التي نعرف طبعا السرير هل نتحدث عن اسم آخر لشيء آخر يتعلق بهذا الزهر ثم عندنا ولا تيطخوه إذن عندنا لفيع بتخوه ولا تيطخوه ثم عندنا دولاباي دولاباي من التيبن ثم عندنا دولاباي من التيبن نقول مثلا لا تيطخوه لفاعش مانجدو الابطاي بارفو إذن الابطار تأكل التيبن أحيانا أو نقول مثلا بعد عزل أو فرز الحبوب بعد ما يتم فصل الحبوب طبعا عندما يتم فصل الحبوب من السنابل دولاباي بتاتخوه أو شوفه إذن التيبن يمكن أن يعطى أو شوفه للأحصنة إذن عندنا كلمة دولاباي من التيبن ثم عندنا كما نقول الكلب عندنا ثم عندنا إذن نقول مثلا الكلب الكلب آي كان عندها ما عنداش هنا مثلا الكلب هي الآن عندها صغارها الكلاب الصغيرة تسمى لاشيو الكلب عندها صغارها لكن هنا عندنا لاشيان آي سيشيو إذن الكلب كان عندها صغارها لانويد يغنيها الليلة السابقة الليلة الفائتة إذن الليلة التي مضت هذه الكلبة كان عندها صغراء نقول مثلا ها هي بضع الصور لاليس لكلبتي الجميلة إذن ها هي الصور لاليس لكلبتي الجميلة ثم لدينا ست فوا ست فوا هذه المرة إذن نقول مثلا العملية الأولى طبعا نتكلم عن كلمة transaction غالبا في البيع الشراء عندما تبيع شيئا ثم تتلقى أموالا إذن نتكلم عن هذه العملية العملية الأولى لم تعمل لم تمر حاول مع البطاقة الثانية حتى نقوم بهذه العملية عندما تؤدي عن طريق البطاقة إذن طبعا ستتم العملية وعندها ترسل لك الشركة البضاعة المطلوبة إذن عليك أن تؤدي من خلال البطاقة إذن قمنا بالعملية الأولى إذن لم تمر إذن العملية الأولى إذن لم تعمل إذن لك حاول مع البطاقة الثانية ست فوا سبون ست فوا سبون هذه المرة جيد إذن المقصود بأن العملية مرت مع هذه البطاقة ثم عندنا كما نقول بهدوء كما نقول بهدوء بهدوء نقول مثلا ست النوم بيذيبل ست النوم بيذيبل كي إيفيت لكونفلي ست النوم بيذيبل إنه راجل هادئ كي إيفيت لكونفلي الذي يتجنب الصراع الذي يتجنب الصراع إنه رجل هادئ الذي يتجنب الصراع C'est non-paisible qui évite عندنا le verbe évite فعل تجنب كما نقول qui évite الذي يتجنب le conflict الذي يتجنب الصراع والمشاكل إلى غير ذلك نقول مثلا Je vis dans un quartier très paisible أنا أعيش طبعا هنا لدينا le verbe vivre Je vis le verbe vivre في العاشة ومن المتعين كلمة la vie إذا نتكلم العيش أو الحياة Je vis أنا أعيش dans un quartier أنا أعيش في حي très paisible جدو هادئ جدو هادئ لا يسمع في ضجيج إلى غير ذلك Pour régler paisiblement Lo différent on a tabli une commission pour régler كما نقول من أجل ضبط visiblement visiblement بشكل هادئ lo différent الخلاف من أجل ضبط للخلاف بشكل هادئ on a tabli أننا وضعنا أننا أنشأنا une commission كما نقول لجنة إذا نقمنا بإنشاء لجنة من أجل علاج بشكل هادئ لهذا الخلاف مثلا pour régler visiblement different on a tabli une commission ثم عندنا elle n'ose pas bouger elle n'ose pas bouger إذن هي لم تتجرأ على الحركة إذن هي لم تستطع الجرأ لتتحرك نستعمل في التجرأ إذن نقول مثلا mais peut-être elle n'ose pas ton parler ولكن ربما هي لم تتجرأ لتتحدث لك عنه لتحدث مثلا عن هذا الموضوع mais peut-être ولكن ربما elle n'ose pas elle n'ose pas إذن هي لم تكن عندها ton parler لتكلم لتتحدث لك عنه إلى غير ذلك نقول مثلا quelle voudrie lui on parle mais peut-être n'ose pas quelle voudrie lui on parle بأنها كانت ربما تريد أن تتحدث لك عنه عن هذا الموضوع mais peut-être n'ose pas ولكن هي لم تتجرأ je veux te dire أنا أريد أن أقول لك quelle voudrie lui on parle بأنها كانت ربما تريد أن تتحدث لك عنه أو لك عنه عن هذا الموضوع مثلا mais peut-être mais peut-être ولكن هي لم تتجرأ لم تكن عندها جرأة لتحدث مثلا عن الموضوع الذي تريد الحادث عنه طبعا الفقرة القادمة إن شاء الله سنكمل مع هذا النص إذن إلى ذلك الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله